ما الذي نحتاجه اليوم في ميدان صعبات التعلم؟ طبعاً لا يوجد علاج نهائي لمشكلة صعبات التعلم لذلك أول شيء نحن نحتاج التكامل في تقديم الخدمات هذا ضروري جداً وأعني بالتكامل تناول طالب صعبات التعلم كحالة تستحق منا أن نليها الرعاية والاهتمام في الجانب الأكاديمي في الجانب النفسي والاجتماعي وكذلك في الجانب الاستراتيجي ومن ثم تقديم الخدمات الانتقالية سواء كان ينتقل من مرحلة إلى أخرى أو انتقل لمرحلة ما بعد التعليم العادي الآن صدر دليل كامل عن الخدمات الانتقالية دليل جداً رائع مميز جداً 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 بانتظار أن يترجم هذا الدليل إن شاء الله إلى واقع ملموس أنا حاولت قدر الإمكان أني أصلت الضوء على ممارسات واقعية نشهدها في الميدان بحكم أني معلم والسواد الأعظم من الحضور معلمين أشكركم على الاستماع